تحسيث واجه رضا حجر أسات هذا المركز لتكون مخصصة للإغاثة والأعمال الإنسانية إنسانية بلا حدود ولا تسييس أطلقها خادم الحرمين الشريفين من قلب المملكة إلى العالم أجمع من أجل رفع المعاناة عن الشعوب التي تعاني من الكوارث لتعيش حياة كريمة ليصبح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بصمة سعودية عالمية تمد يدها بالعطاء أينما كان هناك محتاجون أو منكبون جهود المركز الإغاثية والإنسانية على مدى ثلاث سنوات وصلت حتى الآن إلى أربعة قارات نفذ خلالها 328 مشروعا إغاثيا وإنسانيا وفقا لما صرح به المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة والذي سبق وأكد في مناسبات عدة أن المملكة من أكبر المساهمين في جهود الإغاثة الدولية في مناطق صراعات المملكة العربية السعودية تعمل في 39 دولة بأعمال إنسانية تعكس سياسة المملكة العربية السعودية التي تعمل لرفع معاناة الإنسان أينما كان بعيدا عن كل الدوافع الأخرى ويحظى اليمن بالنصيب الأوفر من المساهمات التي يقدمها المركز على مستوى العالم حيث وصل عدد المشروعات التي قدمها المركز في هذا البلد إلى 193 مشروعا في كافة القطاعات الإنسانية شاملة لكافة المحافظات اليمنية بلا تمييز بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإنقلابية مساعدة الشعب اليمني في كل مجالات واليوم سيتم الإعلان عن خطة ضخمة للمساعدات الإنسانية من قبل التحالف للأشقاء في اليمن بعد اجتماعنا هذا هذه الخطة تشمل مبالغ تتجاوز البليون دولار ومع إطلاق تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة خطة العمليات الإنسانية الشاملة يسارع مركز الملك سلمان للإغاثة الخطة لتوصيل قوافل الإغاثة مباشرة إلى اليمن وتحقيق الاستراتيجيات والأهداف والرؤية المنوط بها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني وكما هو العمل من أجل يمن اليوم يتواصلوا بالتوازي عمل آخر من أجل المستقبل وبناء الأجيال التي روعها الحوثي وزج بها إلى ميادين القتال فكانت مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذي جندتهم الميليشيات الإيرانية الفلسطينيون في الأراضي المحتلة كان لهم أيضا نصيب وافر من المساعدات التي تقدمها المملكة خاصة في ظل تقليص الولايات المتحدة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأوناروا وقد أشادت الوكالة في مجلس الأمن بالدعم الذي تقدمه المملكة للشعب الفلسطيني وبين الجهد والمبادرة والإبداع وبتوجيه ورعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يمد المركز جسور العطاء والإنسانية وسط شبكة من الشراكات العالمية تؤكد أنه رقم فاعل في مسيرة عطاء المملكة ودعمها لكافة شعوب العالم من أجل الكرامة والإنسانية لبرنامج هنا الرياض فهد بن شليل ترجمة نانسي قنقر